شيعت ميليشيات الحوثي أحد قادتها البارزين وهو كذلك قيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي وقالت مصادر مطلعة أن الميليشيات الحوثية شيعت القيادي في تنظيم القاعدة عارف مجلي الذي تعرض لعملية اغتيال المدبر من قبل الميليشيات الحوثية مع أربعة من مرافقيه وكان الإنقلابيون قد عينوا مجلي وكيلا لمحافظة صنعاب بناء على تفاهمات بينهم وبين تنظيم القاعدة الإرهابي اشتركوا في القناة